أشهد رئيس البرلمان العربية سيد عدل بن عبد الرحمن العسومي بأنشطة ومبادرات مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في مختلف أنحاء العالم جاء ذلك خلال الزيارة العسومي لمقر المركز في فيينا حيث أثنى على الدور الرائد والوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية في بناء وتعزيز ثقافة الحوار ومد جسور التفاهم حول العالم